السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير يا رب معكم ويوسف دي قناتي اكلات سهلة وبسيطة النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحمام المحشي بالفريق والكبد والاوانس يلا رمضان على الابواب هنعمل احلى واجمل الاكلات لصفرة رمضان وكمان العزومات النهاردة ان شاء الله هنعمل الحمام المحشي بالفريق والكبد والاوانس وكمان هقولك على تسوية الحمام من غير ما يفرقع معاك وما فيش احلى ولا اروع من كده حط لايك للفيديو واشتراك في القناة ولو اول مرة بتشوفيني فعل الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل جديد في قناتي يلا بينا نسمي الله ونصلى على الرسول ونشوف مقدرنا عبارة عن ايه اول حاجة نسمي بسم الله وعندي بقى الحمام اي كمية ايا كان الحمام الاول انا غسلته نقعته الاول في محلول ملح عبارة عن معلقة ملح وخل ولمون حطيت عليهم معلقتين ثلاثة هطحينة كده عشان الطحينة بتشيل الزفارة ونقعتهم بقى في مية حوالي ساعتين كده لشيل الزفارة وكمان انا مفتح الحمام بقى من تحت الجلد كده علشان اعرف احشيه زي اللي بيجي من برا بالزق وده عندي كمان الكبض والاوانس ده بتاع الحمام عندي كمان البهرات او التوابل عبارة عن معلقة شطة ومعلقة بابريكا ومعلقة ملح معلقة فلفل اسود وكمان مكعب مرق الدجاج وفصين ثلاثة من الحبهان كمان معلقة كمون عندي بقى كباية من البرغل حوالي ربع كيلو نقعته في مية دي برغل بقى الضحة انضف شركة يا جماعة بصراحة شركة الضحة دي ممتازة جدا هجيتها نظيفة خالص انا اخدت كباية نقعته حوالي ساعة عندي كمان بصلتين كبار مفرومين في الكبة تعالوا معايا بقى قلب تجاز نشوف هنعمل ايه في الفريق بتاعنا بجيب الطاصة بتاعتي وهنزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة او الزبدة واول ما السمنة بتاعتي او الزبدة تسيح كده وتسخن كويس هبتدي انزل ببصلتين كبار مفرومين ناعم هاخد نص الكمية وهسيب بقية الكمية كده وهقول لكم هنعمل بهم ايه مع بعض وبقلب بقى البصل كده لحد ما يدبل واول ما حس ان البصلة بتاعتي دي بلد كده هبتدي انزل بالكبض والاوانس بتاع الحمام هاخدهم تشويحة كده مع البصل بعد ما شوحت الكبض واوانس بالبصل كده هضيف بقى التواب الاول بهارات هقلب البهارات دي كده مع الكبض والاوانس هدهم تشويحة كده يتحمصوا مع بعض هضيف بقى الكوبات الفريق اللي انا نقعها حوالي ساعة وهشوح الفريق مع الكبض والاوانس كده والبصل مع بعض هنبهرهم كده بالبهارات كده مع بعض هضيف بقى طماطمية صغيرة متقطعة صغير كطعة صغيرة كده هقلب الطماطم كده هضيف جوبات مية صغيرة مش هضيف مية كتير ولا حاجة انا عايزة يستوي تلات تربع سوا وهيكمل سواف في الحمام هقلبه بالشكل دوا هغطي حوالي عشر دقيق كده انا عايزة تلات تربع سوا وبعد عشر دقيق هبتدي اشوف بقى الفريق بتاعي استوى اللي ايه انا عايزة سوا مش كامل علشان هيستوي كمان بعد كده في الحمام وكمان ضفت عليهم معلقة ارفة ارفة نعمة وهو كده استوى اهو بقى كويس معايا هبتدي بقى طفي عليها واسيبه لحد ما يبرد خالص وبعد كده هنشوف هنعمل ايه في الحمام وبعد ما الفريق بتاعي بيرد اهو هنحشي بقى الحمام مع بعض هجيب الاول نص البصليتين اللي انا فرمتهم في الكبة انا اخدت نصهم شلتهم على جنب عشان احطهم على الفريق بالشكل ده بيدي طعم حلو قوي هجيب بقى طبق فاضي عشان احط الحمامة فيه وانا بحشيها عشان ماينفعش تحط الحمام وانت بتحشيه على الفريق كده عشان ماينزلش الزفارة بتاعته عشان لو فاض معاك الحبات يتاكله كده عاد مفيش مشكلة اول حاجة هجيب بقى الحمامية اهو وهبتدي بقى احشيها الاول من الزور كده من فوق هحشيه كده زي المنبار بالزبط اهو هنحشي ونوزع من فوق اهم حاجة ما تمليش على اخر الحمامة فريق اه ونحشي من جوه كده وبرده ما تمليش الحمامة فريق علشان الفريق هينفش معاك وما تبقاش الحمامة مكتومة كده ويكمل سواه فيها هبدأ اوزع الفريق في الحمامة كده زي ما انتو شايفين وبعد كده هنحشي بقى من البطن من الداخل تحت الجلد كده وتوزعيه كويس يلا الحقيق وجهز الرمضان كل سنة وانتو طيبين رمضان على الابواب اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين هنبدأ بقى نكتف الحمامة بالشكل ده طبعا الطريقة دي سهلة جدا اهم حاجة الفريق بتاعك يكون نص سواه وكمان لان هو بيسكمل سواه في الحمامة وما تبنيش الحمامة على الاخر خالص علشان الحمامة شكلها تبقى حلو كده وما يفرقعش معاك شايفين بعد ما حطينا الحشو في الحمامة هكمل بقية الحمام وهرجع لكم تاني علشان الفيديو ما يطولش عليكم بنفس الطريقة وكده بعد ما خلصنا حشو الحمام هتعالوا معايا بقى على البدو جاز ونشوف هنعمل ايه في الحمام بتاعنا عند المياه انا مولاها عليها لحد ما تغلي وبعد كده بنزل بقى ببصلايا وطمطمايا وجزرايا ورقلوي وحبهان ومعلقة فلفل اسود وحطيت كمان كبابة سيني وهنزل بقى الحمام بتاعي في المياه المغلية بالشكل ده واول ما الحمام بتاعي بيغلي بابتدأ اغطي ووطي النار عليه وسيبه يكمل سوابه الراحة حوالي ساعة وده بعد ساعة شايفين الشربة بتاعته جميلة ازاي شايفين هو كده استوى هو ما شاء الله عليه كده الحمام بتاعنا استوى هنحمره في معلقة سمنة عشان بيضي طعم حلو قوي وده شكل الحمام بتاعنا بعد ما خلص حمرناه شايفينه بنقدمه بالشكل ده كده شايفين الحمام بتاعنا عامل ازاي جربوه الطريقة دي وبإذن الله هيعجبكم وهينفع في عزمات رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين شايفين اللي عجبوا طريقة الحمام بتاعي يعمل لي لايك ولو اول مرة تشوفيني ياريت تشترك معايا في القناة واتفعل زرار الجرس علشان يوصلك اشعار بكل جديد بنزله وكمان مستنياكم وانتاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا اشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي مع السلام